وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التقدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاعدين بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات وخلال اجتماعه بوزير العدل المستشار عمر مروان طلع الرئيس السيسي على مستجداد تطوير منظومة الشهر العقاري حيث وجه بمواصلة ميكانة جميع الفروع ومكاتب التوثيق فضلا عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقادي على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقادي وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة ميكانة جميع الفروع ومكاتب التوثيق لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه فضلا عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية موسيقى